موسيقى أمير، ما سال خير؟ موسيقى العسل يا عسل أمير، بدأت اسمع رأيك برافاييل ونسيم الليلة رفاييل، النهاردة مستواكة يعني عالي شوية حضوره كان أعلى من المرات اللي فاتت أنا حسيت أن النهاردة رفاييل كان نجم بيعمل حفلة لنفسه يعني مش طالد بيغني في ممينيشن الأغنية ما كانتش سهلة فيها أكثر من مقام كان أدها وغنها بثقة أنا حاجة بس في رفاييل، في المستقبل عايزه ينوع شوية بيختار دايما الأغاني اللي هي الإقاعية أنا حاس أنه عنده إمكانيات كبيرة ممكن يبتدي يستغلها في أشكال موسيقية مختلفة بس هنقول على اللي هو غنان نهاردة كان هايل وحضوره كان عالي جدا نسيم بغض النظر عن الغنى النهاردة هو الدخول شوية تنواطي عليه فيه شوية خوف وتوتر بس نسيم فيه مطربين بيعتمدوا على قوة صوتهم وفيه مطربين بيعتمدوا على جمال خامة وفيه بيعتمدوا على الإحساس نسيم ما شاء الله عنده الثلاثة أنا طول الوقت من أول برايم لغاية دلوقتي أنا بستنى إمتى نسيم هيغني بستمتع بيرتقي بمشاعري أنا بشوف أنه هاربان من زمن تاني يعني جاي من زمن القديم الزمن الجميل وجاء دخل عندنا هنا السيزن ده وهو من أحلى الأصوات اللي أسمعتها في حياتي مش في السراءة كادمية نعم وما ننسى إنه نسيم أول مرة نوميني كمانا ما بيلبق له باللبناني بس خلاص ما بيلبق له بس خلاص ما بيلبق له نومينيشن بسراحة بس هاي أمير أسبوعين بيفصلونا عن النهائيات أدي بعد متوقع أكتر من الطلاب أنا في البداية عايزة أشكر كل المجموع اللي موجودة وزمائلهم اللي مشوا قبل كده على الموسم الاستثنائي ده قدموا موسم مختلف مستواتهم متقربة جداً إمكانياتهم عالية أنا بتحدى أي حد سواء في الأساتزة موجودة أو في البيوت يقدر يقول مين اللي هيفوز باللقب السنادي لأن الفرقات قليلة قوي المستويات بتزيد يعني بيتطوروا من برايم للتاني كل اللي مطلوب منهم في الفترة دي الهدوء هدوء لا يخلوا من التركيز طبعاً مش شايف أي مبرر للخوف أو التوتر لأنهم وصلوا الريدي لمرحلة متقدمة جداً هم خلاص كلهم على أعتاب اللقب يعني نعم وأهم حاجة هفضل أقولها وعيدها غير التركيز لاستمتاع كل ما بيستمتعوا بصوتهم وبغناهم إحنا بنستمتع ولازم يبقوا عارفين اللي عمل بالخواتيم كل اللي عملوه ده إحنا شايلينه فوق رأسنا ومقدارينه بس لازم كمان يختموا بشكل كويس علشان يعني يتوجوا مجهود ومتعبهم طول الموسم وأنا بحييهم كلهم تحية كبيرة جداً شكراً لألك أمير أمير إلى أي مدى برأيك تعم المنافسة بتتغير لما الطلاب بيصيروا كتير أصحاب وفي مفهوم غلط في المنافسة الناس بتقول عدوك ابن كارك بيشوف أن المنافسة المفروض يبقى فيها شيء من العداوة أنا ما بؤمنش بالموضوع ده بشوف أن المنافس ليا ده أهم حد هو اللي بيخلي البناء آدم على طول يطور من نفسه صاحي عايز يبقى أحسن فكرة أنه يبقى المنافسين أصدقاء دي سلاحزوا حدين من ناحية بتبقى كويسة أنه لو خسرت جولة بتاخدها بروح رياضية أكبر عشان أنت بتحب اللي بينفسك بس بيبقى ساعات الخوف منها أنه يبقى الواحد يعني يرخي كده شوية ويبقى مش فرقة معاه لأنه بيحب المنافس بتاعه دي أنا بيشوف أنها مش لازم تبقى للدرجات دي يعني يعني يحب المنافس ويحترمه بس لازم البناء آدم دايماً يشتغل عن نفسه ويبقى عايز أنه يبقى أحسن واحد في الدنيا يعني شكراً أمير أمير كيف يون الطلاب يحققوا حلمون ويوصلوا للعالمية العالمية صعب العالمية نصي وفي فترة كان ناس فاكرين موضوع العالمية ده كان يجيبوا أجانب يغنوا معاهم حد يغني أمريكاني أو أوروبي أو الحاجات دي كلها ما نكحتش كلها تجارب اللي نكحت زي فيه تجربة رائدة في موسيقى الرأي في الجزائر مثلاً انتشرت في أوروبا والعالم كله حتى شكيرة لما غنت كولومبي في الأول أو جابت مزيكة بلدها نجيب محفوظ حتى في الأدب لما تكلم عن الحرارة المصرية ما رحش تكلم على مجتمع تاني فأنا بشوف أن العالمية العازي وصلها لازم يستغرق في المحلية أكتر لازم يشوف تفاصيل بلده الموسيقى الخاصة بيها معظم الوطن العربي كل بلد لها لون غنائي والفلكرون الخاص بي يشوفوا هياخدوا إيه من الموسيقى دي وهيطوروها إزاي عشان يوصلوا للعالمية يعني يا رب يوصل العالمية كلهم إن شاء الله إن شاء الله شكراً أمير